اهلا بك العزيز الاستاذ سامي والمشاهدين تماما الكثير من العنوين ابدأ مع المقال الدائم لكاتب اسمه يوسيك لاين من هارتس يقول بعد الحرب سيقتل بعضنا بعضا في اسرائيل ولديه نظرية اولا نتنياهو يقول هزمهم يقول نتنياهو هزمنا نحن مستلقيين ونجعله يفعل بنا ما يحلو له نحن لا نحبه لا نثق به لا نقدره نعلم انه يسوقنا لكارتة نتنياهو يقول الشعب الاسرائيلي لكارتة ولكننا غير قادرين على مقاومته نحن في حالة شلل طبعا هو يتحدث باسم ما يسمى اليسار الاسرائيلي يقصد عندما يقول نحن نحن المتنورين في اسرائيل الان ممكن حتى يسأل شو يعني متنورين معرش بالضبط هذا موضوع النقاش بس يعني نسبة لغيرهم على الاقل كل شيء نسبي يقول نحن نتجاهل الخطر ونأمل ان تمر الامور هكذا من تلقاء نفسها عنوان الفصل التي تمر فيه اسرائيل في كتاب التاريخ اذا حطنا سيكون كيف تخضع الامم القوية المستنيرة العظيمة حسب قوله لحفنة من الفاسدين يقصد نتنياهو من حوله نقبل بسيادتهم نطيعهم بل ونضحي بابنائنا من اجل هؤلاء الفاسدين اكثر من ذلك نرتكب اعمال مروعة فضيعة بالاخر من اجل هؤلاء الفاسدين يقول سنندم لاحقا ولكن الندم لا يحرر النادمين من الذنب الكل سيعاني من العواقب يقول يمكن فهم العجز نحن قليلون جدا ضعفاء جدا نؤمن اننا سنتدبر امورنا او سنهرب في الوقت المناسب نحن ننكر ما يحدث فينا والانكار حالة الانكار هي احدى طرق العقل لكي يدافع عن نفسه نحن ننكر جنون الحرب التي لا تبدو نهايتها متى وننكر تدمر الاقتصاد عندنا ننكر تفكك المجتمع الاسرائيلي لقد انكرنا فشل القبضة الحديدية في حل المشكلات نتجاهل ان اقوى جيش في الشرق الاوسط لا اتغلب حسب وصف الكاتب على عصابة ارهابيين دون دبابات دون طائرات لا نتغلب عليهم لقد اصبح شعارنا انا قوي اذا انا موجود يقول ذات مرة كان شعارنا مختلف احلامنا مختلفة ولكن تحطم كل ذلك امام اعيننا لن تكون ديمقراطية في اسرائيل لان حماة الديار هربوا لان نظام التعليم ادخل الى اذهاننا ان الاحتلال هو ديمقراطية لان صحفيين تلفزيون يرون ان دورهم ليس قول الحقيقة للشعب الاسرائيلي انما الحفاظ على معنويات الشعب الاسرائيلي لا يبلغوننا بما يحدث في غزة ولا يؤطوننا ابعاد التضحيات الحقيقية القتلة لقد خانونا الصحفيين يقول الكاتب يقول نحن اليوم نقاتل وليس لدينا اي فكرة لماذا نقاتل لماذا يقتل ابنائنا في هذه الحرب فقط نحن الخاسرون بعدها سيقتل بعضنا بعضا لم تتدمر البلاد عريو بل ستتغير سوف يتخلى عنها الشعاب المتعلم ستعيش على تمويل يهود الشتات سيغادرها الناس المثقفة المتعلمة ستغادر اسرائيل عندما المجموعة الحاكمة الآن تتنفذ أكثر بعد الحرب كتب أحد المفكرين اليهود مرة بعد ألفين عام حرثنا العالم بدماءنا وأفكارنا لا يمكننا أن نعود ونتقوقع أمة صغيرة في زاوية عربية يقصد اسرائيل داخل الشرق الأوسط وهكذا يرى الكاتب اسرائيل بعد الحرب أمة صغيرة في زاوية عربية يشاجر بعضها بعضا كما يقول أنتقل للفيديو الأول قبل أيام أذكركم بأن جلانت قال فقط 20% من قوات حزب الله العسكرية بقط اليوم قال لقد دمرنا 70% من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله أنا لا أعرف كيف يمكن أن يعد كم تبقى من صواريخ وطائرات ولا يعرف كيف يدمرهم تماما كما لم أعرف كيف حسب نتنياهو قبل أشهر أنه تبكت خطوة صغيرة للانتصار الساحك الماحف مر أشهر طويلة ولم تأتي لم تنتهي الخطوة الصغيرة اليوم بعد هذه التصريحات قتل سبعة سبعة في إسرائيل صراحة عندما نرى توزيعهم يشير بعض الأسئلة حول هل هناك إهمال لبعض الشرائح الاجتماعية في إسرائيل ماذا أقصد من السبعة هناك خمسة في واقعة واحدة كرب لمطل بلدة شبه مهدمة من قصف حزب الله فلاح يهودي وأربع عمال أجانب من تايلاند في واقعة أخرى في الجليل قتل أم عربية وابنها يسأل بعض الناس مرة أخرى يسألون لماذا نشعر أن القبة الحديدية جودتها أعلى بكثير فوق البلدات اليهودية الاعتراضات فوق البلدات العربية لماذا الملاجئ بالأساس في البلدات اليهودية لماذا أقول ذلك لماذا الشك هل تعرفون مثلا هناك كرة عربية في الداخل اسمها بلدات الشغور مجل كروم وما حولها مجل كروم كان فيها شهيد وشهيدة قبل أيام نتاج القصف من لبنان عدد المواطنين العرب في كرة الشغور 53 ألف لـ 53 ألف في ملجئين عامين ملجئين فقط بينما بلدة كرميل بلدة يهودية بالأساس محاذية جدا لكرة الشغور عدد سكانها 55 ألف تقريبا قد عدد كرة الشغور قد فيها 126 ملجأ في البلدات العربية لحوالي 55 ألف في ملجئين وفي البلدات اليهودية أو في البلدة اليهودية نفس عدد السكان 126 ملجأ ولربما هذا يساعد على الأقل على التفسير لماذا هناك قتل عرب ونرى كان عمال أجانب في المنطقة يعملون في المطلة إذا لم يكن هذا اسمه إهمال وعنصرية إذن ما هذا طبعا هذا النقد لا تجدوا في هذه القناة قناة 14 هناك يكونون عدد قتلى يتجاهلون هذه التفاصيل لا يسألون هذه الأسئلة التي تزعج المجتمع الإسرائيلي والحكمة الإسرائيلية سبع قتلى هناك مجموعة أخرى من الرشقات الصاروخية اتجاه حيفا وعكا عشرات الصواريخ سقطت في أماكن مختلفة أو تم اعتراض قسم منها وهناك إصابات أخرى طفيفة نسبيا وهذا سؤال حتى لأهل المطل مثلا كل الحرب على الجنوب لكي يعودوا إلى البلدات ويسألون الآن كيف نعود مع هذه الأرقام نسانيا هو وعد مر الكثير من الوقت يدعون أن هناك اتفاق قريب أين الأمن؟ الفيديو الثاني ملخص تسريبات إيقاف الحرب مع لبنان في الفيديو الذي يلي بأنه لإسرائيل حرية العمل في كافة الأراضي اللبنانية حسب كنا 12 يكونون في حال خرق الاتفاق من طرف لبنان طبعا من يكرر ماذا يعني خرق اتفاق؟ إسرائيل تتحرك وفاتحين الموضوع قد ندخل أرضا قد نقصف بالدبابات قد نقصف جوا وأن يكون الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان وأن ينزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله هو خلال ستين يوم بالمناسبة كل هذا الحديث وهذه التفاصيل والنقاش هو يدور بين إسرائيل وأمريكا حسب كنا 12 لاحظوا لا يوجد لا شروط ولا موافقة ولا حتى من نسمع عنه وضعته طرف الآخر الدول اللبناني يعني كل هذا الكلام إسرائيل تحدث أمريكا عن الشروط التي ستمليها على لبنان وكأن لبنان ستوافق عليها حتما لكن هل تعرفون دعوكم من شروط الاتفاق نتالياء اليوم في خطاب له أمام دورة لتخريج ضباط جدد للجيش قال ببساطة شديدة الاتفاقات الاقتراحات الاتفاق 1-701 1-559 على رأي كل هاي الأرقام مكانها احترامها محفوظ في مكانه ولكن ليست الاتفاقات هي الأصل إنما قوتنا قدرتنا على الدفاع عدم تسليح أعدائنا هذا هو المهم يعني بقول هذا الكلام أنه احترام الاتفاقيات في مكانه يبدو لطيفا ولكن الاستدراك عليه اللي قالوا اليوم حريات الحركة هي الأهم تعني أنخذوا كل هذه الاتفاقيات وضعوها أينما شئتم حتى لو كانت موقع عليها سيكون هناك بند واحد على الأقل كافي أن يلغيها جميعها في قناة ناش من جديد قالوا رئيس الحكومة يضع شروط تعجيزية على لبنان حتى هم هم يفكرون بالنقاج كيف يمكن أن تقبل الدولة اللبنانية بشروط كهذه يعني مش الدولة اللبنانية بتقول كيف نقبل محللين في الاستوديوات الإسرائيلية مش متخيلين كيف ممكن الدولة اللبنانية تقبل اتوقع أنا أسمح بانتهاك سيادتي ولا يصبح اسمه انتهاك يصبح اسمه جزء من اتفاق متى أرادت إسرائيل هذه طريقة نيتانياهو في الحرب مع غزة مثلا أعطونا المحتجزين لكي نقوم لاحقا بالقضاء عليكم أن لا نوقف الحرب يعني شخص جدي بصفقة يقول لخصم المفاوض أعطوني أبنائي كي أرتاح وأفعل ما يحل لي يعني هذه الطريقة ابتكرها نيتانياهو يضع شروط على الخصم هو يعلم تقريبا مستحيل أن يقبلها مثل أن لا تنتهي الحرب بالمناسبة اليوم عادوا وقالوا عن غزة لا يوجد أي تغيير في موضوع الاتفاقيات مع حماس بشأن الصفقة الصفقة التي تفثروا بشأنها في الأيام الأخيرة وقالوا قتل السنوار لم يغير من موقف حماس بأن فقط إيقاف الحرب هو الذي سيؤدي إلى صفقة حسب كناة ناش الفيديو الثالث نعود لكلمة نيتانياهو اليوم في دورة تخريج ضباط جدد من أخطر مقال وأخطر مقال كل محوانا نصف ساعة بقول أنا لا أضع تاريخا لإنهاء الحرب أنا أضع أهداف واضحة لا أضع تاريخ يعني الحرب لن تنتهي قريبا هذه التفسير الآخر لا ويقول زورا الأهداف واضحة لم يفسر بعد الجملة الأشهر النصر المطلق لا يقول ماذا يعني مطلق كيف نكيسها أرأيتم من جديد هي الطريقة جمل تبدو واضحة ولكنها في حقيقتها مطاطية وعلى الجيش والشعب لا ودول العالم أن تمشي خلف جمل هولامية لا فقرية يمكن تفسيرها ثانيها طعجها وفق المزاج أو للدقة وفق الحاجة السياسية لنتنياهو وفق شراهة اليمين للمزيد من الحرب للمزيد من الاستيطان للمزيد من غريسة الانتقام هناك جمل أخرى خطيرة قال مثلا تغيير وجه الشرق الأوسط نتنياهو يغير وجه الشرق الأوسط كله مش إسرائيل وحد الشرق الأوسط وقال ما زلنا في قلب العاصفة وقال المهمة لم تكتمل بعد في نفس المؤتمر نتنياهو طبعا لم ينسى الضريبة الكلامية التزام بشأن إعادة كافة المحتجزين في غزة الفيديو الرابع هل ترون كل هذه الأخبار؟ أكثر ما ينغص على الإعلام الإسرائيلي والمحللين ويؤلم بأنه للمرة أعتقد الخامسة يمكن اعتقال خلايا تعمل لصالح إيران في إسرائيل الملفت أنواع الناس المختلفة كبار بالسن صغار بالسن طبقات اجتماعية مختلفة من أماكن مختلفة من الشمال من المركز من أماكن مختلفة وقسم منهم جندة منذ العام 2021 عدة سنوات يعني قبل الحر طبعا زاد النشاط طبعهم بعد 7 أكتوبر اليوم مثلا الحديث عن مجموعة تاني الحديث زوجين من الليد جمعوا معلومات عن منشآت وطنية مواقع أمنية مواقع أخرى حساسة منها أكاديمية معهد أبحاث الأمن القوم الإسرائيلي وهناك شاب آخر من ابني براك فقط معلومة ابني براك أغلب سكانها مواقف يمنية يعني عشان بقول توجهات مختلفة صور بيت وسيارة لعالم نووي إيراني يعني الأهداف ليس صفقت للقصف إنما إيران حاولت أو تحاول أن تغتال أشخاص على الأرض المشتبهين قاموا أيضا بحرق سيارات كاتب عبارات على الجدران أنا قصة حرق السيارات وكاتب عبارات مش عارب شو قصتها تلقى الزوج من الليد 600 دولار مقابل كل يوم عمل فيما الشاب من ابني براك عمره 25 عام تزوجا مؤخرا يبدو كان بحاجة لمال عرضوا عليه ألاف الدولارات ووافق وحصل على الأموال بالعملة الرقمية هذا الموضوع حطم شيء مهم المجتمع الإسرائيلي كل وقت كان يرى أنه محصن أمام التجسس يعني من الأعداء وتسألوا السؤال الطبيعي في قناة لطفش لقد أمسكنا الكثير من الخلايا في هذه الفترة أغلبهم مواطنين يهود هل ثم تغيرهم لا نعرف عنهم سألوا سؤال طبيعي الفيديو الخامس والأخير هل انتهت جولات الردود بين إيران وإسرائيل قناة 13 تقول ليس بالضرورة المستوى العسكري يقول لا يوجد لديه معلومات دقيقة على المستوى القريب ولكن محللين يقولون أصلا إسرائيل نفسها ما زالت تبحث هل تكمل الرد بمعنى أنه الرد على الرد الأخير هو بسبب الضرب اللي كانت في 1 أكتوبر ولكن ماذا عن ضرب شباك غرفة صارة نتنياهو وزوجها لا إسرائيل قالت انتهى الرد ولا إيران قالت انتهى الرد على الرد يتوقعون البعض بأنه قد يكون رد في قريبا ولكن ليس قريبا من المستوى المنظور يعني هذا الموضوع ما انتهى انتهت الفيديوهات ما لم يقولوا أهم مما قالوا أن في غزة وخصوصا شمالها مجازر لا تتوقف معدل ما كانوا يدخلوا اليوم بقول جيش الاحتلال حوالي 95500 طن بالشهر هذا الشهر أدخلوا أكثر بكليل من 26000 طن يعني أقل من تقريبا تقريبا ربع الكمية التي كانت تدخل والناس تجوع من الكمية بينكسين كاملة هذا الشهر أدخلوا ربعها سمعت كثير من التحريض على لبنان يجب أن نرى المزيد من أدخلة النيران والدمار في بيروت لا يكفيهم التفجيرات في منطقة الجنوب بعض المحللين هذا كله صمع اليوم مجازر مستمرة في غزة في لبنان لا تعتادوا المشهد لو اعتادتوا كل الأرض لا تعتادوا المشهد وتذكروا دائما لكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر أراكم على أخبار أفضل غدا بإذن الله إلى اللقاء